أول مسؤولة بريطانية تتحدث عن وضع الأقلية المسيحية في العالم العربي تناشد وزيرة شؤون الأديان البارونا وارسي المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية المسيحيين الذين يتعرضون للانقراض في مهد الديانة المسيحية على حد وصفها تقول وارسي في خطابها أمام جامعة جورج واشنطن الأمريكية إن هناك أجزاء من العالم اليوم يتعرض فيها المسيحيون للخطر ويواجهون من قرة إلى قرة التمييز والإقصاء والتعذيب وحتى القتل لمجرد أنهم يتبعون هذا الدين ما أدى إلى انخفاض عددهم في بعض من المعاقل التاريخية مثل العراق وسوريا ومصر هذا الذي تقصده المسؤولة البريطانية استهداف كنائس في خضم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط هذه الكنيسة دمرت في سوريا في سبتمبر أيلول الماضي تحديدا في بلدة معلولة خصت الوزيرة مسيحي مصر في حديثها خاصة الهجوم الأخير الذي استهدف هذه الكنيسة في حي بابة بمحافظة الجيزة الشهر الماضي عندما أطلق ملثمان من دراجة بخارية وابلا من الأعيرة النارية على مسيحيين أثناء خروجهم من الكنيسة الإحصاءات الأخيرة تتحدث عن الصعوبات التي يواجهها مسيحي العالم العربي ففي سوريا هجر ما يقرب من نصف مليون مواطن مسيحي ويمثل المسيحيون نحو 6% بعد أن كانوا يمثلون 20% وفي العراق انخفض عدد المسيحيين في العقدين الماضيين من مليون ومئتي ألف إلى مئتي ألف فقط وهو ما يمثل نحو 3% من تعداد السكان أما في مصر التي يمثل الأقباط فيها نحو 10% من تعداد السكان تم تدمير وحرق ونهب 32 كنيسة في الأشهر الأخيرة السفير المصري في لندن يعتقد أن أوضاع المسيحيين المصريين تحسنت بشكل كبير أخيرا وأن الأكثرية الصاحقة من المسلمين في مصر تقف بحسم في وجه التطرف الديني المتمثل في ثقافة إلغاء الآخر فيما يتعلق بهذا الخطاب الخاص بالبرونة ورسي واللي تحدثت فيه عن الشأن المصري أظن ينقصوا حقيقة الواقع الحالي الذي تعيشه مصر بعد سورة 30 يونيا ولا يعكس ما نشأ من ترابط وطني ضد التطرف هناك مبادرات عديدة نشأت في مصر مثل مبادرة بيت العيلة اللي بتعكس رغبة المصريين جميعا في التكافل وجمع تبرعات لترميم كافة دور العبادة بعد الأحداث السياسية الأخيرة يقول ناشطون إن المسيحيين المشرقيين يواجهون تحديا وجوديا خاصة بعد أحداث الربيع العربي كما يعرف إعلاميا ويأمنون أن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه الهجرة المسيحية من بعض دول المنطقة أحمد ماهر بي بي سي ترجمة نانسي قنقر